السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني السنوي الزراعي أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة مصر التعليم الفني وأهلا وسهلا بكم مع أسرة نحل العسل ودد القز طبعا عندما أقول نحل العسل ودد القز إحنا بتكلم على مشروعين بتكلم على مشروعين من المشاريع الصغيرة اللي الدولة بتنادي بيهم اللي أنت ممكن تعملهم أسناء دراستك كمان اتكلمت عن نحل العسل اتكلمت على الأساسيات بتاعة النحل اللي هي عليك هذا العام هتكلم النهاردة واتكلمت برضو نبزة مختصرة عن الحرير في الحلقة اللي فاتت وممكن ترجع لها على اليوتيوب لو ما كنتش شفت الحلقة هتكلم على الحرير وهتكلم على نشأة صناعة الحرير في العالم وقلتلك في الحلقة اللي فاتت أن الصين هي أول دولة عرفة صناعة الحرير انتشر بعد كده في أسبانيا في آسيا وفي اليابان بعد كده إسكندر الأكبر نقل صناعة الحرير دي لأوروبا وبعد كده لويس الحادي عشر تم ادخاله للحرير في فرنسا في مدينة ليون ودخل الحرير مصر في عهد محمد علي بوسط الفرنسيين وقلتلك أن الفرنسيين دخلوا صناعة الحرير في مصر لأن ظهر عندهم مرض في فراشة دودة الحرير التوتية مرض اسمه البيبرين المرض ده كان بيطلع البيض بتاع دودة القز غير صالح فجيوا منقلوا الصناعة هنا في مصر عشان هم يستفيدوا ياخدوا البيض وياخدوا الشرانك ويتم تصنيعها في فرنسا زرعوا هنا في مصر تلاتة مليون شجر التوت عشان يربوا عليها دودة القز طيب الحرير في مصر قليل ليه؟ أو انخفاض الحرير في مصر قلتلك أول سبب لأن احنا بنعتمد في التربية على الطريقة التقليدية اعتمدنا على الطريقة ما اعتمدناش على الطريقة الحديثة اعتمد المربون كمان على أشجار التوت المتنصرة اللي هي موجودة على الطرق واللي موجودة على ضفاف الترع والمصارف واللي موجودة أمام المنازل بتاعتهم اعتمد المربون على أشجار التوت البلدي وعرفك برضو في الحلقة دي الاصناف بتاعة التوت اللي هي ان انت ممكن لو عملت مشروع زي ده ممكن ان انت تختار ايه الصنف اللي هو هيجيب معاك ورق اكتر عشان يتغذى عليه دودة القز طبعا حل الشرانك بيعتمد على الطريقة برضا التقليدية ومش الطريقة الحديثة طيب مستقبل الحديث في مصر ايه مصر دي ممكن هي متميزة ممكن تكون متميزة في انتاج الحرير ليه متميزة في انتاج الحرير لانها ملأمة الظروف المناخية لزراعة التوت ملأمة الظروف المناخية لزراعة التوت لان التوت عشان بيزرع عاوز المناطق الاستوائية عشان تكون مستديمة الخضرة فيها زي الهند مثلا عاوز المناطق معتدلة الحرارة عشان خاطر اللي بيحصل لتساقط الاوراق في فصل الشتاء عاوز درجة الاضاءة درجة الضوء بتكون عدد الساعات الضوئية بتكون من خمس ساعات لعشر ساعات ونص استهلاف مصر كبير من الحرير فده احرى لنا ان احنا نشتغل في صناعة الحرير موقع مصر الجغرافي وسهولة مواصلاته بينه وبين العالم وبرضه اتوفرت دلوقتي الخبرة الفنية اللازمة لانتاج الحرير طيب اهمية الحرير بالنسبة للاقتصاد القومي الحرير ده مهم للاقتصاد القومي مهم جدا للاقتصاد القومي بيزيد دخل المربين اللي بيربوا ضد القز بيخلق بيخلق فرص عمل بيقلل من الهجرة الداخلية اللي هي هجرة الريفيين للمدن بيحول المجتمع الريفي لمجتمع منتج بيقضي على البطالة يبقى ده مشروع من المشاريع اللي ممكن انه هو هيأثر بالايجاب على الاقتصاد القومي لو انه نعمل طيب الحرير هو ايه بقى الحرير ده هو احد الالياف الحيوانية اللي بينتج بواسطة ديدان الحرير دودت الحرير ايه طبعا انا عاوزك ايه عاوزك ما تاخدش المادة دي او الجزء ده من المادة على انه هو مادة هتمتحم فيه عاوزك تاخد الجزء ده من المادة على اساس انه هو يبقى مشروع صف ويبقى متاحك ويزود دخلك زي ما قلتلك اهميته بالنسبة للمربين طيب انت شايف دلوقتي قدامك ودودت الحرير التوتية اه بتنتج الخيوط الحريرية في العمر الخامس طبعا عندما اقول لك العمر الخامس انا عاوز اخبرك على كل حاجة موجودة بالنسبة للحرير وبالنسبة لدودت القز عندما اقول لك العمر الخامس بتاع الياركا يبقى انت خلاص اتجيلك في الامتحان هتكتبها وخلاص وانت مش مش فاهم حاجة طبعا دودت القز خلي بالك بتاخد خمس اطوار في اول ما بتطلع من البيضة لان التطور بتعدد القز تطور تام يعني البيضة بتفقس بيطلع منها ياركا الياركا بتتحول الى عزراء العزراء بتتحول الى حشرة كاملة يبقى ده في المجمل اما لو جيت تفسص كل حاجة هنتكلم على الياركا اللي هي المهمة اللي عندي الياركا بتاخد خمس اعمار عمر الاول والعمر التاني والتالت والرابع والخامس العمر الاول الاول ما بتطلع الياركا من البيضة بتاعت دودت القز بتاعت الفراشة بتاعت دودت القز بيكون طلها حوالي 3 ملي بيكون طلها حوالي 3 ملي بتتغزى الياركا دي اللي طلها 3 ملي لمدة من خمس ايام لست ايام عشان تتحول للعمر التاني بعد كده اللي هو العمر التاني من حياة دودت الحرير التوتية بتاخد لها من اربعة ايام لخمس ايام ده العمر التاني طبعا بين كل عمر وعمر هقولك ان فيه فترة صيام للياركا ما بتتغزاش فيها فترة الصيام ديت فايدتها ايه فايدتها ان هي بتغير الجلد بتاعها من الصغير للكبير لان انت مثلا عندك دلوقتي قميص وانت بتلبسه دلوقتي بعد سنة القميص ده دق عليك يبقى انت بتقلع القميص وبتلبس قميص جديد الياركا كده برضه بالضبط في العمر الاول الجلد بتاعها دق عليها يبقى بتنسلق وبتعمل جلد جديد عشان يناسب العمر التاني اللي هو في الاول خالص كانت في العمر الاول كان من عمر كان طلها تلاتة ملي في العمر التاني طلها بقى من خمسة ملي لستة ملي يبقى لازم لها ان هي تغير الجلد بتاعها وتكبره تاني طيب هتيجي بعد كده تبص للعمر التالت العمر التالت هيبقى مدته من خمس ايام لست ايام بيتكون طول الياركا من اتناشر ملي لخمستاشر ملي بعد كده ده بيخلص كده العمر التالت يبقى الاعمار الصغيرة اللي هي الاول والتاني والتالت انا برضه عشان اقول لك اليرقب الزبط في العمر الخامس بتنتج ايه او جت او وصلت ازاي لحد العمر الخامس في العمر الرابع بتاخد لها من ست ايام لسبعة ايام بيكون طولها حوالي من ثلاثة سنتي لخمسة سنتي بص رفعت بقى دلوقتي من اتناشر ملي لخمستاشر ملي كان في العمر التالت العمر الرابع كبرت اليرقب بقيت طولها من ثلاثة سنتي لخمسة سنتي وبعد كده خدت لها ستة او سبعة ايام من ستة الى سبع ايام بعد كده تدخلت بقى على العمر الخامس اللي هو المهم عندي اللي هو هتنتج في الخيوط الحريرية اه طبعا العمر الخامس ده بتاخد لها عشر ايام بتاخد لها عشر ايام في نهاية العمر الخامس بتاعها بتبدأ فيه انتاج الخيوط الحرارية طب بتنتج الخيوط الحرارية ازاي بتنتج الخيوط الحرارية من غدتين موجودين جانبي جسم بتاعها عند الماضيقة الرأس كده بتتحرك هقولك ازاي بتنتجه بالزبط اللي هي الخيوط الحرارية دا الخيوط الحررية دي اسمها الفيبروين يبقى انا عندي ما اجي اقولك ان الخيوط الحررية تعرف على طول ان هي المادة دي بتسمى الفيبروين وده سائل بروتيني بيفرزه من غدتين موجودين على جانب اليرقة بتبقى على شكل خيط بيتجمد هذا الخيط عند ملمسته للهواء الجوي بيجي طبعا الخدة لو ملمتوش اليرقة نفسها هيبقى مش هتقدر ان هي تسيطر عليه فبينتج مادة تاني اسمها السيريسين السيريسين دي بسميها صمغ الحرير صمغ الحرير دي او السيريسين ده غلاف دي حبيبات بتيجي في وسط الخيوط الحررية اللي هي الفيبروين بيكون نسبتها من 20 ل 25% بيكونوا هم الاتنين مع بعض الغلاف الصلب اللي هو الشرناقة يبقى انت الشرناقة اللي قدامك دي على الصورة دي بتتكون من فيبروين وسيريسين الفيبروين بيكون نسبته من 75 ل 80% والسيريسين بيكون نسبته من 20 ل 25% بيكونولي الغلاف الصلب وهي اليارقة جوه الشرناقة ما بتقاشر يارقة برا الشرناقة لان هي بتنتج الشرناقة ليه؟ بتنتج الشرناقة عشان تحمي الطور اللي بعد كده لان الطور اللي بعد كده بعد اليارقة قلتلك اللي هو العزرة فلازم هي تحميها من المؤثرات الخارجية بتحميها بايه بالشرناقة دي؟ يبقى هي بتتشرنق وبتقعد جوه الشرناقة لحد ما بتتحول الى عزراء داخل الشرنقة طيب دي الشرنقة اللي هي قدامك دودة القزة اللي هي بقى ما كونتهاش هتكون بقى طب بتكون الشرنقة ازاي هي انا قلتلك ان هي من غدتين على جانب الرأس بتيجي بتحرك الرأس بتاعتها خلي بالك من النقطة دي بتحرك الرأس بتاعتها اللي هي الياركة في العمر الخامس بتحركها يمين ويصار سبعين لثمانين حركة كل حركة من دول بتنتج خيوط حريرية في مدة دقيقة واحدة بس يبقى في مدة دقيقة بتحرك رأسها يمين يصار ويمين وبتنتج الخيوط الحريرية اللي هي الشرنقة اللي قدامك دي خلي بالك الشرنقة دي عشان تبقى في الصورة بتكون آآ متكونة من طبقات من خيوط الحريرية من خمس الى ست طبقات الشرنقة الصغيرة اللي انت شايفها قدامك دي بيكون طول الخيط الحريري اللي هي مكوناة من تمنمية لألف وربعمائة متر من تمنمية متر لألف وربعمائة متر طبعا دي خيوط دقيقة جدا 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 عندما بتيجي بتحل الشرنقة في المراحل الاخرينية عشان تطلع الحرير منها ما بتتمسكش شرنقة واحدة واحدة بس وتتحل وبتشد منها الخيط بيتمسك في الحل ودي هتعرفه ان شاء الله بعد كده بيتمسك في حل الحرير كذا شرنقة مع بعض يعني عشر شرنقة او خمستاشر شرنقة او عشر شرنقة بيتمسكوا خيط واحد بس كده وبيتحل الحرير طيب بعد كده انا لما اجي اقول لك بيتغزى بتتغزى دودة القز على ورقة توت بتتغزى دودة القز على ورقة توت طبعا في العمر الاول عاوز اقول لك ان هي وهي عمرها وهي طولها تلاتة ملي بتتغزى على من كيلو لاتنين كيلو ورقة توت في العمر التاني بتتغزى من خمسة كيلو لستة كيلو ورقة توت في العمر التالت بتتغزى من عشرين كيلو لخمسة وعشرين كيلو ورقة توت في العمر الرابع اللي هي الاعمار الكبيرة بتتغزى على تمانين كيلو لتسعين كيلو ورقة توت في العمر الاخير اللي هو الخامس بتتغزى على حوالي اربعمية وخمسين كيلو طب يعني يعني كله بتتغزة على حوالي مثلا خمسمية وخمسين كيلو ورق توت ايه هي مش مش خلي بالك مش الدودة واحدة بس ده علبة البزور هي علبة البزور بتاعة دوت القزة بتكون كام علبة البزور دي بتكون اه حوالي اتناشر جرام بيطلع منها عشرين الف شر عشرين الف دودة عشرين الف دودة حرير بيطلعوا من عربة البيض او الهلية بتاعة دودة القز بتتغزة في لحد نهاية عمرها الخامس بتتغزة على حوالي خمسمية وخمسين ورق توت طب انت دلوقت بتربي دودة القز دودة الحرير التوتية مش لازم تأمن لها الغذاء بتاعها طبعا لازم تأمن لها الغذاء بتاعها طيب هتأمن لها الغذاء بتاعها ايه انا قلت لك ان دودة القز تتغزة على ورق التوت بيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك تتغزة دودة القز على نقط. يبقى تقول له ورق التوت. ما ينفعش تقول له مسلا ورق الكفور ورق الكازورينة ورق الفيكس. لا. يبقى بتتغذى على ورق التوت. طيب طالما عندك انت بتربي بتعمل المشروع ده. وبتربي دودة قز. عشان مشروع لك انت يطلع لك دخل. يبقى لازم توفر لدودة القز دي توفر لها ورق التوت اللي هي هتتغذى عليه. يبقى لازم تزرع لها اشجار توت. يبقى لازم تزرع لها ايه? اشجار توت. لما الفرنسيين جم حبوا ان هم يربوا اه دودة القز هنا في مصر زرعوا تلاتة مليون شجرة توت. يبقى انت لما تيجي عاو استربي دودة القز لازم تزرع لها توت. طيب لازم تعرف التقسيم العلمي دي شجرة التوت او لاشجار التوت. اول حاجة الردبة. اورتيكالس. العائلة مراسية. الجنس مراس. النوع قلبة. يبقى ده التقسيم العلمي بتاع التوت. الاهمية الاقتصادية بقى انت لو زرعت شجر التوت ده. الاهمية الاقتصادية بتاعته ايه? الاهمية الاقتصادية اول حاجة قلتلك انه هو اوراقه هي الغذاء اللازم لدودة الحرير. يبقى ما ينفعش تربي دودة حرير? الا لما تزرع لها التوت زي ما قلتلك. تاني حاجة. الثمار بتاعت التوت بتبقى غنية بالسكر والبيكتين والمواد البروتينية. وبيتعمل منها برضو بيصنع منها المربة وبيصنع منها العصير. تالت حاجة ان اخشاب شجرة التوت تتميز بالصلابة. تتميز بالصلابة يعني ايه? يعني هتدخل في صناعات. بتدخل في صناعات الابواب والنوافذ. وبتدخل في اوروبا في صناعات القوارب. بتدخل في صناعات الالات الموسيقية الدقيقة. الشجر ده بيصلح للحاجات دي. يبقى انت يبقى الاهمية الاقتصادية لاشجار التوت التلات حاجات دول. هو الغذاء اللازم لدودة الحرير. ان السمار وغنية بالسكر وبكتين والمواد البروتينية تتميز اخشابه بالصلابة. طيب انت مش لازم تعرف اصناف التوت اللي هي موجودة? عشان تزرعها وتشوف صفات الاشجار او صفات اه الشجرة اللي انت عاوز تزرعها ايه? انا في الاول خالص اعرفك اني في حوالي سبعة وخمسين صنف توت موجود هنا في مصر. سبعة وخمسين صنف توت موجودين في وزارة الزراع في مركز البحوث. اما اللي هو مزرعين بقى داخل مصر في اربع اصناف. اول صنف اللي هو البلد بتاعنا. اوراقه دي بتكون صغيرة الحاج. كمتو الغذائية بتكون اه ضعيفة. اه اوراقه بتبقى مفصصة. تفصيص بسيط. بتتصوك بت بتخرج اوراقه. اوراقه امتى? بيتكاثر على طول اللي هو التوت البلدي بالبزرة. طيب في عندي بعد كده التوت الرومي. ده بتخرج اوراقه في منتصف شهر مارس. اوراقه بتكون على شكل قلب غير مفصصة. بتتساقط اوراقه. بتخرج اوراقه انا قلتلك في منتصف شهر مارس. وبتتساقط في نهاية شهر نوفمبر. يبقى في منتصف شهر اه مارس. يبقى قول عليه متوسط التوريق. متوسط التوريق. يبقى لبيلك في الامتحان. يقول لك اذكر صنف من اصناف التوت متوسط التوريق. تقول له على طول ان هو الصنف الرومي. اه بعد كده في الصنف التالت. وهو الصنف الياباني. الصنف الياباني ده. اقدر اقول لك هو والصنف الهندي اللي بعديه. هم احسن صنفين في انتاج ورق التوت. الصنف الياباني. الورقة بتاعته كبيرة. زد قيمة غزائية عالية جدا. اه اوراقه مفصصة تفسيص غائر. اوراقه بتكون اه داكنة اللون. لونها اخضر داكن. بتخرج اوراقه في اوائل ابريل. يا في اوائل ابريل. ده يبقى مش متوسط يبقى ده متأخر التوريق. متأخر التوريق. طيب ليه بقى اني اوراقه بتفضل غضة لمدة طويلة. يجي لك في الامتحان يقول لك علل اوراق التوت الياباني تستمر غضة لمدة طويلة. يبقى تقول له على طول الارتفاع نسبة الرطوبة فيه. الارتفاع نسبة الرطوبة فيه. عندي الصنف الرابع بعد كده. وهو الصنف الهندي. الورقة بتاعته بتكون كبيرة. بتاخد برضو شكل القلب. بيبدأ التوريق بتاع الصنف الهندي ده في اوائل يناير. وبتتساقط اوراقه برضو في اخر نوفمبر. يبقى بيفضل معاك من اول يناير لحد اخر نوفمبر. يبقى ده بيعتبر ميزة كبيرة جدا لتربية الددان اكثر من موسم. يبقى انا ممكن اربي الددان بتاعة الحرير اكثر من موسم في سنة. لان ده بيظهر لي اوراقه امتى? اللي هو الصنف الهندي ده? بتظهر لي اوراقه في شهر يناير. يبقى عندك من شهر يناير لشهر احداشر? لشهر اه نوفمبر? بيبقى احداشر شهر. احداشر شهر موجودة معاك او عشر شهور موجودة معاك. ورقة توت متوفر. يبقى ممكن ان انت لو حبيت تعمل المشروع ده يبقى هتزرع الصنف الهندي. يبقى الاوراق بتاعته متواجدة معاك طول السنة. يبقى بتربي دوت القز اكثر من موسم في العام. ده بسميه مبكر التوريق. التقاصر بتاعه بيكون تقاصر بالعقلة. يبقى انا عندي الاصناف اللي هي مبكرة التوريق. والمتوسطة التوريق. والمبكرة التوريق. المبكر التوريق اللي هو الهندي. المتوسطة التوريق اللي هو الروبي. المتأخر التوريق اللي هو الياباني. طيب. انا لما اجي بعد كده اتكلم على زراعة اشجار التوت. انا بتكلم على زراعة اشجار التوت. لما تيجي تتكلم على زراعة أشجار التوت الزراعة بتاعته في خلال شهر أمشير يعني في منتصف فبراير لحد منتصف مارس طب انت بتجيب الشتلات دي منين؟ بتجيب الشتلات دي من وزارة الزراعة بتحجزها في شهر أكتوبر وبتستلمها وبتزراعها في شهر أمشير اللي هو في منتصف فبراير لحد منتصف مارس مكان الزراعة طبعا مكان الزراعة لازم يكون بجوار مكان التربية انت بتربي هنا بتربي عند البيتك مثلا ما يفعش ان انت تزرع أشجار التوت بعدها بكيلو على بعد كيلو لان انت عاوز على طول كل يوم تجيب أوراق توت لدودة القز عشان التغذية بتاعتها في مرتين في اليوم يبقى في مكان أو بالقرب من مكان التربية بيزرع أشجار التوت في عندي نوعين من التربية في تربية تقليدية وفي تربية حديثة التربية التقليدية اللي هي هنتكلم عنها اللي هي ديت بيعتبر بالنسبة للمسافات بتاعته بتكون متبعدة التربية الحديثة دي بتبقى في حقول طبعا كل أنواع التربية أو كل أنواع الزراعة بتاعت الشجر التوت بيبقى في جور بيبقى عمق الجورة بيبقى خمسين سانتي وعرضها بيبقى ثلاثين سانتي بيبقى في الجورة من تحت خالص بيتحط السماد البلدي وبيتحط طبق التراب نعمة وبتحط بعد كده السماد الكيماوي اللي أنا هقولك عليه وبتحط بعد كده طبق التراب تانية نعمة وبتتحط الشتلة الشتلة ديت قبل ما بتتحط بتقطع الجزور المريضة والتالفة وبتفرد باقي الجزور في محتويات الجورة كلها وبكده بتروي وبتردم بالتراب وبتروي بعد كده بتروي ازاي بتروي كل يوم لمدة تلات ايام مرة وبعد كده لمدة شهر بتروي كل اسبوع مرة وبعد كده بتروي من عشر لخمستاشر يوم لحد سكون القصارة القصارة بتسكن ابدا القصارة بتسكن بتاعت شجر التوت في شهر نوفمبر لحد شهر يناير يبقى نوفمبر وديسمبر ويناير من العام القادم بعد كده في عندي طرق الزراعة بقى هتكلم على الزراعة المتفرقة والزراعة في حقول اللي هي الزراعة الكسيفة الزراعة المتفرقة اللي هي قلتلك عليها اللي هي في الغالب بتكون على ضفاف الترع والمصارف الزراعة المتفرقة دي في الغالب ان انا بزرع بيها التوت البلدي دي ما بتنتجلكش اوراق توت كبيرة في عندي بعد كده الزراعة في حقول اللي هي الزراعة الكسيفة اول نظام من نظم الزراعة الكسيفة اللي هو النظام الرأسي اللي هو نظام قبضة اليد نظام قبضة اليد ده بيزرع ازاي نظام قبضة اليد بيكون في جور بيكون بين الجورة والتانية 30 سنتي 50 سنتي بين الصفين بين كل صف واخر بيبقى 30 سنتي بيزرع على هيئة او على شكل رجل غراب رجل غراب يعني انطارة بين الصفين بتحصل بعد مترين او على بعد مترين يبقى انت كده الفدان لو زرعته نظام قبضة اليد بينتجلك او بتزرع فيه 7000 شكلة 7000 شكلة بعد كده فيه نظام الزراعة تاني بدون قبضة اليد ده بيزرع لك الفدان 2100 شكلة بتزرعه ازاي برضو نظام رجل غراب ولا هو بقول عليه يبقى الاولين النظام رأسي بقول على ده النظام الكأسي النظام الكأسي بيكون بين النبات والاخر بيكون متر بيكون بين كل صفين او كل خطين اتنين متر عشان كده بيكون عدد الشتلات اللي موجودة في الفدان بتكون 2100 شكلة احنا قلنا النظام الرأسي عدد اللباتات اللي موجودة 7000 شكلة فيه نمازج الزراعة نمازج او او فيه تلت الطريقة معلش تلت الطريقة اللي هي الزراعة كسياج لو انت ما عندكش حقول هتزرعها حقول كاملة بشجر التوت يبقى هتزرع كسياج حوالين حقل التوت اللي عندك المسافة بين كل شجرة والتانية بيكون حوالي اتنين متر يبقى افضل طريقة عندي فيه زراعة حقول التوت اللي هي قبضة اليد اللي هي النظام الرأسي بينتج لك اشجار توت كبيرة كتيرة نمازج الزراعة بقى انا عندي تلت نمازج للزراعة فيه زراعة بيكون صاق قصيرة فيه زراعة بتكون صاق متوسطة فيه زراعة بتكون صاق طويلة نمازج الزراعة الصاق القصيرة بيكون ارتفاع الشجرة من خمسين لسبعين سانتي نمازج الزراعة الصاق المتوسطة بيكون ارتفاع الشجرة من تمانين لمية وعش سانتي والصاق الطويلة بيبقى ارتفاع الشجرة من مية وعش لمية واربعين سانتي الخدمة بقى بتاعة شجر التوت اول حاجة هتكلم عليها التسميت السماد البلدي زي ما قلتلك بيتحط مع السماد الكماوي في قاعد دورة بيغطى بالطراب وبتزرع الشتلة وبعد كده بترويها بنظام الرية اللي قلتلك عليه اللي هو اول ثلاثة ايام كل يوم رية وبعد كده كل اسبوع رية وبعد كده كل عشر الخمستاشر يوم رية تاني لحد سكون العصارة اللي هي في شهر نوفمبر لحد شهر واحد عند متيتة تتساقط الاوراق ما هي متساقطة اوراق بتتساقط الاوراق في شهر نوفمبر بتحط في الفدان اللي زرعوا توت بتحط له تمانية متر مكعب للفدان سماد عضوي يبقى السماد العضوي بيبقى تمانية متر مكعب للفدان السماد الازوتي بيكون ميت كيلو جرام للفدان السماد الفوسفاتي بيبقى خمسة واربعين كيلو جرام للفدان السماد البوتاسي بيكون ستين كيلو جرام للفدان يبقى انت تحفظها كده وتعرفها ان سماد عضوي تمانية متر مكعب بيجي لك السؤال ده في الامتحان خلي بالك السماد الازوتي ميت كيلو جرام الفوسفاتي خمسة واربعين كيلو جرام بتقسم السماد الازوتي خلي بالك بيقسم على مراحل السماد البوتاسي ستين كيلو جرام الفدان بضيف معاهم اربعمائة كيلو جرام للفدان جير اللي هو كربونات الكالسيوم دي كلها علشان بضيف انا اجير لي عشان النبات يستفيد من السماد الفوسفاتي ازا كانت درجة الحمودة في التربة مرتفعة هي درجة الحمودة في التربة لزراعة اشجار التوت المفروض اللي هي البي اتش المفروض من ستة ونص لسبعة ازا كانت درجة الحمودة منخفضة بضيف لها كربونات الكالسيوم اللي هو الجير ده عشان يعادل حمودة التربة طيب الظروف بقى المناسبة لزراعة اشجار التوت قلتلك التربة التربة دي بيجود في جميع انواع التربة عدا التربة الملحية والتربة الغدقة التربة الغدقة اللي هي مرتفع فيها نسبة المياه المياه الارضية دي لا يجود فيها زراعة التوت اه درجة الحرارة الموسلة من اربعة وعشرين درجة لتلاتين درجة الدرجة الضرة اللي هي اقل من سبعة ونص درجة مقوية طب لو زادت عن اربعة وعشرين لتلاتين درجة درجة الحرارة ايه اللي يحصل يحصل عدم الجفاف يحصل الجفاف بتاع كمة النبات وكمة الافرة بيحصل لها جفاف طب اذا نقصت درجة الحرارة بيتأخر الامبات يبقى انا عندي الدرجة الموسلة من اربعة وعشرين لتلاتين درجة زادت درجة الحرارة بيحصل جفاف اقل للدرجة الحرارة بيحصل اه عدم بيحصل تأخير في النمو اه عندي بعد كده اه الرطوبة الرطوبة الجوية بتكون من خمسة وستين لتمانين في المية عندي الضوء بتحتاج زي ما قلتلك من خمسة ونص لعشرة ساعة ضوئية يوميا عشان كده اه الساعات الضوئية كتيرة في المناطق الاستوائية لهذا السبب لا تتساقط اشجار ورق اشجار التوت في المناطق الاستوائية اما في مصر عندنا هنا منطقة جو معتدل بتتساقط في شهر اه بتتساقط في شهر نوفمبر هتبص تلاقي حمودة التربة زي ما قلتلك اللي هي البي اتش من ستة ونص لسبعة طيب هنتكلم بقى على التقاثر التقاثر ده في نوعين اما ان هو يكون تقاثر جنسي اللي هو بالبزرة او يكون تقاثر لا جنسي اللي هو الخضري التقاثر الجنسي ده في الغالب بيحصل تقاثر الجنسي اللي هو بالبزرة بيحدث في عند لو عاوز النبات عاوز تزرع نباتات بلدي اللي هو الصنف البلدي لا ينصح باتباع طرق الاكثار بتاع البزرة لان الشتلات النتجة لا تحمل صفات الام ولكن ممكن انت تعمل اصول بالبزرة من الصنف البلدي وتعمل لها تطعيم بالصنف المراد اللي هو مثلا الصنف الكويس اللي هو زي الياباني ده بيتكاثر بالتطعيم طب ازاي تجمع البزور موعد جمع البزور بتاعت التوت هقولك ازاي تجمعها بالضبط وقمعدها امتى؟ بعدها بيبقى في شهر ابريل وشهر مايو بتجمعها من ثمار توت ناضجة بيتم هرس هذه الثمار في وعاء كبير عشان تفصل البزور عن اللحم بتاعت توت وبعد كده بتخسلها غسل جيد عشان تستخلص البزور طبعا عاوزك تعرف ان كل مئة كيلو جرام سمار من التوت بتطلع لك من ثلاثة لخمسة كيلو جرام بزرة يبقى كل مئة كيلو جرام سمار تطلع لك من ثلاثة لخمسة بزرة وبعد كده بتعمل طبعا المستنبت بتاعك وبتتم الزراعة بطريقتين اللي هي بالنسبة لزراعة الزراعة بالبزرة اول حاجة اما بالنثر او تاني حاجة الزراعة في صفوف النثر اللي انت بتغطي البزور بتاعتك اللي انت بتنصرها في الحواد بطبقة ركيقة من الطراب او نشارة الخشب وبعد كده بترويها ري بسيط بتطلع لك بعد كده الشكلات الري الزراعة في صفوف المسافة بين كل صفين بيكون تلاتين سنتي بيتم وضع البزور في اخدود الاخدود ده بيكون عمكه اتنين سنتي وعرضه عشرة سنتي طيب هتكلم بعد كده على التقاثر اللاجنسي اللي هو التقاثر الخضري التقاثر اللاجنسي ده بيستخدم لانتاج نباتات مشابهة للام لانتاج نباتات مشابهة للام طيب طرق التقاصر اللاجنسي أول حاجة زراعة أنسجة زراعة الأنسجة دي بتحدث في المعامل بتطلع أصناف مشابهة بالضبط للأم بتحدث بواسط فنيين ومتخصصين وبتنتج في المعامل وبعد كده بتطلع ليه تزرع في الأرض المستديمة يبقى ده زراعة الأنسجة تاني حاجة عندك الترقيد الترقيد ده بيمد فرع من النبات بيحتوي على أقصر من عين داخل الطربة عشان يكون جزور جديدة طب العقل يبقى أول حاجة زراعة أنسجة تاني حاجة الترقيد تلت حاجة بالعقل العقل دي عبارة عن إيه عبارة جزء من زراعة جزء من أعضاء التقاصر والنبات أعضاء التقاصر والنبات دي إما أن هي تكون عقل خضرية أو عقل خشبية عقل خضرية أو عقل خشبية العقل الخضرية بتستخدم فيها سيكون النباتات اللي هي نسجها لسه أخضر بيحتاج لتوفير إمكانيات معينة زي إيه زي الصوب عندك بعد كده العقل الخشبية أن أنت وقت تسكون العصارة اللي هو في شهر نوفمبر بتياخد لحد يناير بتياخد عقلة والعقلة دي الخشبية دي وبتزرعها وبترعيها المرعاة التامة بعد كده فيه عندك آخر طريقة في طرق التقاصر الأجنسي وهي التطعيم التطعيم دوت بيتم غرس جزء من فرع أو عين من الشجرة الأم على صاق أو جزر النبات الأصلي يبقى ده التطعيم احنا قلنا أن التوت اللي هو الياباني بيزرع بالتطعيم وممكن أن أنت تطعم من البلدي إلى الياباني هنشوف بعد كده الأفات اللي بتصيب أشجار التوت فيه أفات وأمراض بيصيبوا أشجار التوت أول حاجة هتكلم على الأفات أول آفة بتصيب أشجار التوت اللي هي الددان الثعبانية اللي هي النماتودة الددان الثعبانية ديت تعتبر موجودة في الطربة تعتبر موجودة في الطربة ودي أنا بسميها على طول زي السرطان اللي بيحدث فيه الطربة لأنها العلاج بتاعها بإضافة الجازولين الجازولين ده مشتق من مشتقات البترول إضافة الجازولين لمياه الري إذا كانت اشتدت بقى الإصابة خالص يبقى أنت بتضطر أن أنت لازم تقلع النباتات ديت وتحرقها وتعمل تعقيم للطربة حرث للطربة حرث للطربة بمسافات منخفضة منسافات كبيرة وبعد كده بتشميس الطربة وتعريضها للهواء أكتر من مرة لحد ما تتأكد أن النماتودة ديت طلعت من الطربة بتاعك وأنا بنصحك أن أنت ما تزرعش فيها النباتة اللي أنت كنت تزرعه وتصب بالنماتودة تانية دي نصيحة بعد كده عندي الحشرة التانية اللي هي البق الدقيقي المصري البق الدقيقي المصري ده ما بيصيبش النباتات الكبيرة بس ده بيصيب المشاتل وبيصيب النباتات الأشجار الكبيرة بتتواجد الحشرة بتاعة البق الدقيقي المصري دي بتتواجد على الورقة على السطح السفلي للورقة بتبقى متجمعة متجمعة على العرق الأوسط للورقة بيكون لونها برتقالي أو أصفر بيتحول لونها في اشتداد الإصابة إلى اللون البني وبعد كده اللون الأسود بتشتد الإصابة في شهر يوليو وشهر أغسطس هتكلم بعد كده على بق حشرة تاني وهي بق الهيبسكس الدقيقي بق الهيبسكس الدقيقي دي بتؤدي إلى تجاعد القمم النامية يبقى بتعمل ايه بق الهيبسكس الدقيقي ده بيعمل على تجاعد القمم النامية بتاعة النبات يبقى القمم النامية بتاعة الأفرة القمم النامية ديت مش هينتج منها اوراق طيب بتيجي بتستخبى فين باك الهيبسكس ده بيستخبى في التجاعدات اللي هو عملها في القمم النامية علاجها ايه علاجها ان انت بتقص القمم النامية اللي هي فيها تجاعدات وفيها الباك الهيبسكس الدقيقي ده وبتحرقها وهقولك بعد كده على المقاومة بتاعة الباك الدقيقي المصر بعد ما شوف الحشرة التانية اللي هي حشرة التين الفنجانية حشرة التين الفنجانية دي بيكون لونها احمر بيكون بيضاوية الشكل بتصيب الصاق الاصلية والفروقة بتسبب ايه؟ بتسبب كلة محصول الاوراق وانخفاض القيمة الغذائية بتاعة الاوراق يبقى دي كلها حشرات لازم تاخد بالك منها ولازم تعالجها كويس طب بتعالج التلات حاجات دول ازاي اللي هو البقى الدقيق المصري وبقى الهبسكس الدقيقي وحشرة التين الفنجانية بتعالجها بوسط الرش بالميلاسيون 57% 3 في الالف بترش اما رش بيكون صيفي او رش شتوي الرش الصيفي بيكون في يوليو اغسطس الرفش الشتوي بيكون وقت سكون العصارة برضو انت حفظتها دلوقتي وقت سكون العصارة بيبقى في نوفمبر لحد يناير يبقى الميلاسيون 57% بتركيز او بنسبة 3 في الالف في عندك بعد كده في حشرة تاني اللي هي الاكاروس الاكاروس ده بتعالجه برضو باستخدام الميلاسيون برضو مع اضافة الدايكوفول 150 سنتيمتر على الميت لتر مية في الدودة القاردة الحفار والدودة القاردة الحفار والدودة القاردة ده بيكون في الارض برضو وبياكل البدرات بيتغذي على البدرات على الجزور اللي هي physical بتاعت البدرات دي علاجها ان انت بتعمله طعوم سامة بفوسفيد الزينك يبقى بتعمله طعوم سامة بفوسفيد الزينك طيب بعد كده وتكلم على الامراض اللي بتصيب اشجار التوت هي في امراض بتصيب اشجار التوت في امراض نتيجة الحشرات دي. يبقى نتيجة الحشرة اللي هي بتصيب شجرة التوت ده بتكون بتكون للحشرة دي مرض. يبقى مش حشرة بس بتتغزى على الاوراق. وتفقت كومتها الغذائية. لا ده بتكون مرض كمان بيزهر على الشجر نفسه. اول مرض اللي هو مرض العفن الاسود. مرض العفن الاسود ده بيزهر نتيجة الاصابة بالبق الدقيقي المصري. وبق الهيبسكس الدقيقي. بيفرز ندوة عسلية. طبعا البق الدقيقي هيجي على سطح الوركة السفلي. بيروح فارز ندوة عسلية على السطح العلوي للوركة. الورك ده بيبقى غير صالح لتغزية دودة القز. انا انا بادرس الحاجات دي ليه? بادرسها عشان ان الورك اللي هو مصاب ده او الورك اللي هو فقط كبتة الغذائية ما ينفعش ان انا اغزي بيه دودة القز او دودة الحرير التوتية. بييجي الندوة العسلية ديت اللي بيفرزها بق الهيبسكس الدقيقي والبق الدقيقي المصري. علاجه زائد العلاج اللي هو بتاع البق الدقيقي اللي هو الميلاسيون بحط له مادة الدياسين. مادة الدياسين بيتضاف للميلاسيون وبيتراش بيها. في عندي بعد كده امراض البياض الزغبي والدقيقي. امراض البياض الزغبي والدقيقي. لو وجدت بقع صفراء او بنية على سطح الوركة السفلي والعلوي مع بعض اعرف ان ده بياض زغبي. لو وجدت آآ Hungry لو وجدت بقع بيضاء على السطح الوركة العلوي اعرف ان ده بياض دقيقي المقاومة بتاعه زي مقاومة العفن الاسود بالضبط اللي هو بالميلاسيون والدياسين في مرض اخير وهو مرض الصدق مرض الصدق ده بيكون جرسيمه بيضاء دقيقة بتغطي الورقة الورقة لا تصلح لتغذية دودة القز بعد كده المقاومة بتاعه المقاومة بتاعتها برشه بمركبات الكابريت وباستنى لحد ما الكابريت روح اصاره من على الورقة والمرض يروح من على الورقة وبعد كده ممكن ان انا استعمله لتغذية دودة القز يبقى كده انا اتكلمت على دودة القز من كل او الاساسيات بتاعتها اللي هي تخليك انت لو عاوز تعمل مشروع دودة قز يبقى انت عرفت الاعمار بتاعتها عرفت ان هي خمس اعمار عرفت كل عمر بياخد كم يوم يبقى عرفت العمر الاول اللي هي طول اليرقة بتبقى ثلاثة ميلي بياخد من خمسة الى ستة ايام العمر التاني بياخد من اربعة الى ستة ايام العمر التالت بياخد من خمسة الى ستة ايام العمر الرابع بياخد له من ستة الى سبع ايام العمر الخامس اللي هو بياخد من تسع الى عشر ايام وفي الغرب عشر ايام وبعد كده بتكون في نهاية العمر الخامس بتكون لك الشرنقة وعرفت انت الشرنقة دي ايه هي عرفت ان هي خيوط حريرية مادة الفبروين اللي هي اساس تكوين الشرنقة بتكون في الشرنقة موجودة من خمس الى ستة طبقات اللي بيمسك مادة الفبرون دي ايام او الخيوط الحريرية اللي هي مادة السريسين مادة السريسين هي مادة صمغ الحرير اللي هي بتلزى الخيوط الحريرية مع بعض عشان خاطر تبقى مجمعها بتقعد الياركا بعد كده في الشرنكة من الداخل بتتحول الى عزراء خلي بالك العزراء بتحصلها بعد كده في اساليب التربية او في اصول التربية اللي هتشوفها ان شاء الله ترمي التاني او تشوفها في سنة تالتة بإذن الله ان انت بتعمل خنق للعزراء بتعمل خنق للعزراء داخل الشرنكة بارتفاع درجة الحرارة طبعا بطريقة معينة انا بقولك عليها ان شاء الله لان انت لو عملتش خنق للعزراء لو ما موتش العزراء داخل الشرنكة العزراء بتفرز مادة في نهاية عمرها بتاع العزراء بيفرز مادة بتخرم او بتخرق الشرنكة وبتطلع منها عندما خرقت الشرنكة يبقى كده ما ينفعش ان انت تحلها ويطلع لان انا قلتلك هو حرير دائم حرير دائم مش هينفع ان انت تحله بعد كده طيب انا هتكلم بعد كده على اسئلة مهمة جدا ممكن ان هي تجيلك في الامتحان اول سؤال يقول لك علل تقرف الفترة من الف تمنمية وخمسين لحد الف وتسعمية بالعصر الذهبي للنحالة ليه؟ لاكتشاف الخلية الخشبية اللي اكتشافها لانجلس روس عام 1851 واكتشاف المسافة النحلية اه عمل الاساس الشمعية اللي هو جوهانز مهرنج الف تمنمية سبعة وخمسين وصنع فراز العسل اللي هو العرم هيروشكا الف تمنمية خمسة وستين وبكده نكون خلصنا منهج دوت التربية النحل العسل ودوت القز وان شاء الله ممكن في حلقات قادمة نراجع ونعمل حلقة مجمعة على الاسئلة بتاعت الامتحانات اللي هي ممكن هي تجيلك في الامتحان اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة دي واتمنى ان اي سؤال تبعته لنا على موقع القناة وهنجاوبك عليه تدخل على اليوتيوب تتفرج على الحلقات من تاني تسأل المسطر بتاعك تبعت لنا وان شاء الله هنجاوبك على كل الاسئلة اللي هجي لنا ان شاء الله من خلال موقع القناة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة